كنا رأينا قبل قليل العنصر الأول وهو معنى الوصول التربوية ثم العنصر الثاني أهمية دراسة الوصول التربوية نأتي للعنصر الثالث وهو أنواع الوصول التربوية وقلنا أننا سندرس أربع أنواع من هذه الوصول وهي الوصول التاريخية والوصول الفلسفية والوصول الاجتماعية والوصول الثقافية طيب في الوصول التاريخية ما المقصود بدراسة الوصول التاريخية في الواقع الأمر هي متابعة تطور التربية عبر مراحل العصول التاريخية المختلفة وذلك لغرض تفسير العملية التربوية تاريخياً وحضارياً والإفادة من نتائج وخبرات الماضي في مواجهة ومعالجة مشكلات الحاضر يحتاج التربوي بصورة عامة إلى أن يفهم كيف تطورت التربية لكن كلمة التاريخ التاريخ يعني كلمة كبيرة جداً يعني هي امتداد يعني الإنسان في الزمان أو فعل الإنسان في الزمان هذا هو كله التاريخ لكن التاريخ ينقسم إلى عصور وإلى مراحل طبعاً هناك اختلاف في تقسيمه ولكن التقسيم ربما الأكثر شهرة هو التقسيم تقريباً الرباعي للتاريخ إذن لدينا المرحلة الأولى أو العصور الأولى هي البدائية أي ما قبل التاريخ ثم العصور الثانية هي بعد ظهور التاريخ وهي العصور القديمة سنأتي إلى شرح هذا ثم العصور الثالثة أو العصور الثالثة هو العصور الوسطى ثم العصور الحديثة والمعاصرة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن التاريخ تقريباً حسب ما نجده الآن سائد في كتب التاريخ وفي كليات التاريخ وفي أقسام التاريخ ينقسم إلى أربع مراحل أو عصور تاريخية العصور البدائية هي المرحلة التي لم يعرف فيها الإنسان بعد الكتابة يعني لم يخترع بعد الكتابة لذلك منذ اختراع الكتابة ظهرت التاريخ وظهرت العصور القديمة لأن التاريخ هو كتابة الأحداث في الزمان فلذلك البداية بالعصور البداية وهي ما قبل ما يسمى ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ ثم قلنا منذ بداية التاريخ ظهرت إذن أول العصور وهي القديمة ثم الوسطى ثم الحديثة طبعا كيف يتم تقسيم على إيقاع إذا يتم هذا التقسيم كما قلت يتم التقسيم تقريبا بالأحداث الكبرى في تاريخ الإنسان مثلا العصور البداية تقريبا يعني نقول أنها من وجود الإنسان إلى حد تقريب القرن الأربعين قبل الميلاد يعني الألفية الرابعة قبل الميلاد لأن هذا تقريبا هو التاريخ الذي تم اختراع الكتابة فيه قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام منذ القرن الرابع قبل الميلاد إلى حاد تقريب سقوط روما في القرن الخامس ميلادي هذا هي العصور القديمة يعني العصور البداية هي منذ وجود الإنسان إلى القرن الأربعين قبل الميلاد ثم من القرن الأربعين إلى القرن الخامس قبل الميلاد هو العصور القديمة ثم من سقوط روما إلى يعني تقريبا القرن السادس عشر قرن السادس عشر هي العصور الوسطى ثم من القرن السادس عشر إلى الآن هي تقريبا العصور الحديثة والمعاصرة طيب بدينا إذن هذه المراحل الأربعة في التاريخ طيب السؤال هنا هو ما هي كيف يعني مرت التربية أو كيف كانت التربية في كل عصر من هذه العصور وكيف تطورت معرفة هذا الأمر طريف جدا ومهم جدا بالنسبة للمعلم وبالنسبة لدارس التاريخ التربية ترجمة نانسي قنقر